لا تغيب هذه المشاهد عن تعهز مع اشتداد المعارك تكون سيارة الإسعاف حاضرة وفي لحظات الهدوء أيضا لا تختفي فبإمكان الميليشيا أن تحول المدينة كما عهدناها إلى مسرح للقتال والموت فتحاصر على أطراف المدينة وتقصف السكان المدنيين في وسطها كما حدث في حيواد القاضي وحوظ الأشراف وحي فندق الإخوة حيث قصفت الأحياء وسقط قتلى وجرح من المدنيين تؤكد المصادر أن الميليشيا استحدثت نقاطا أمنية في مفرق شرعب وضيقت الخناق في معبر حذران غربي المدينة كما استمرت في محاولة السيطرة على عدد من التباب في الجبهة الغربية في الضباب لكنها لاقت مواجهة شرسة من المقاومة والجيش الوطني لا تبدو تعز في طريق الخلاص قريبا من هذه الحرب في لحظة تذهب جميع الأطراف للحديث عن هدنة وحوار سياسي مرتقب وتبدو تعز في الضفة المقابلة منها تماما لا سيما والميليشيا في سباق ملحوظ على مهاجمة الأحياء وسط المدينة وحجد عناصرها في جبهات القتال على الأطراف في ظل تعقد الحياة من يوم إلى آخر وبقاء الأوضاع على ما هي عليه